أنا قضيت حياتي كلها عن دافع عن الحق وعن العدالة بعمري كله ما سمحت لا لحالي ولا لابني أو مرتي أنه ناكل لقمي حرام أو نفوتها على بيتنا لو بدنا نموت هادي اللي تعلمته هادي اللي تعلمته من أبي الحلاق الشريف بس أنت أبوك مين قول؟ قل لي أنت مين أبوك؟ ألو؟ اي هان خانو؟ اي وش عيفتك؟ ألو؟ فارهاد لازم نحكي عن قصة مهمة طيب شكري وبرجع بالتصال فيك في قصة ضرورية ممكن نحكي شوي تفضل قولي واللي بعرفه طيب شو فينا نعمل فيني حل القصة رح اتولى القضية شكراً لك اي بس يمكن ينسجن فترة لازم تخبروا عيلته مشان ما تقلق ماشي مو مشكلة ابنو رح انحلها لصة بقصود انا رح حل سلام تفضل فرهاد علو دكتورة تركي شغلك وروحي لعنسونة فوراً انت شو عم تحكي؟ لسه هلأ سكرت التليفون بوشي وقلتلي ببقى بحاكيكي بعدين روحي فوراً لعنسونة عم تفهمي؟ انا كمان جاية يلا خلص رايحة يا أخرس لازم نروح أخوك هيك أمر رايحين على باتي يجيت لو اين بدك توصل بالأخير؟ ليش شو عمل؟ انت اللي ورا فوتت يجيت على الحبس أنا ما بقى تحمل اتهاماتك إلي يا فرهاد لازم ما تنسى انو ان عملت كل شي مشان أخوك الناس كلها بتعرف انت شو عملت وشو أخي يجيت من هلأ بدك تحكي بصراحة وبالألف ودوران صحيح الكلام؟ صحيح ما بظن انو هذا الشي سر عم حاول طلع أخوك من السجن كرمالك انت وبس بس ما بيبين معك لكن طالعوا فوراً بدي يطلع من السجن فوراً كنت عم أحكي مشان ما فيهم يفرجوا عنه قبل ما تكمل التحقيقات؟ على أساس ما فيك تغير التحقيق ولا هلأ ما بقى تقدر على الشي هاي القصة كتير حساسة فرهاد الجماعة ما بدون يبينوا عم يتجاوزوا القانون كرماله لهيك عم يضلوا بعيدين بس لا تعلق أبداً بدي يحل القصة بأسرع وقت صح انت مواسق فيني بس رح طالع لك أخوك من السجن بدي أخي يكون الليلة برا مستعد أمل أي شي لحتى أخي نام ببيته الليلة عم تفهم علي؟ لازم يكون جمبرته ابنه الليلة ما تخليني اتصرف طريقة دايقك لم تفهم لي اتصرف طريقة قصة فرهاد شو الموضوع؟ مبين مو مرتاح شو الليلة صعر؟ خبري سونا إنه يجيد بالسجن بس نحنا عم نتسلم وبدي تبقي جنبه ومات تركيا ايه تمام هلأ منفوته منحكي معه انت رح تزرته لايجيت كيف كان وضعه بتعرف كتير شغلات عني ولا انا هيك متوهم الحقيقة انه يلي نسيته هو اكثر من اللي بعرفه لأهلأ وحالتك هاي مو حالة حدا زعلان ومتدايق لانه اخوه فات على السجن بدون ما يعمل شي غلط ابدا معناها شو هي حالتي حالة رجال متورط بحب كبير عم يحرق كل شي فيه بحسب الحب حتى لو بعيد ألف ميل من أول ما وعيد على الدنيا عرفت ان وجع الحب أصعب وجع انت بتعرف ليش ما مقدر نلاقي حالي يخلصنا من الحب لأنه الحب هو الحياة اللي بتستحق تنعاش الأشقه وإحساس حادة مفتوح جرح وناطر الدواء ليعيش وقت حطيت إيدك وضغطت على الفحم بإيدي ما تحركت فيك ولا شعرة أنا وقتها بهمت إنه في بقلبك حرق أكبر أنت قبل وقت طويل كتير صارت النار الرفيئتك أنت فيك تحفر الجبل حتى لو ما كان فيه معك عدي قوية المهم إنه يكون فيه بقلبك حب كبير حتى لو قعت بحفرة كلها نار أو عبرت صحرة كاملة كلها الأمور ما قلها إيمي بنوب لأنه الحرب الخطيرة هي وقت اللي بتحارب قلبك إذا فدتك حرب أكيد رح تخسر لو قلتلي أهلا وسهلا رح قللك تسلم يا شاب أهلا وسهلا تسلم يا شاب نبدأ بالمحار المحار المجنون اشتركوا في القناة شو هدول من شان الدولاب لأنه هداك اليوم نزلت لك يا بالغلط اذا بس همك ما تموتي ضلي جنبي يا دكتورا بس اذا بدك تعيشي بعدي عني شو وينكن الدكتورا لتقت بالمحامية وهلا ايه عم تتمشى بالشارع انت قللي رح تجي تشوفها اخي لا ما بدي شوفها انت وصل على المنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة